أهلا بكم مرة أخرى يعود التوتر على نطاق واسع في إقليم ناغورنو كارباخ تلك المنطقة المتنازع عليها من عقود بين أرمينيا وأذربيجان ناغورنو كارباخ منطقة جبلية تبلغ مساحتها حوالي 4400 كم مربع وتبعد عن باكو عاصمة أذربيجان بنحو 270 كم وبها أغلبية أرمينية حصلت المنطقة على وضع منطقة الحكم الذاتية داخل جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية في عام 1923 وفي عام 1987 بدأ السكان الأرمان في ناغورنو كارباخ حملة للانفصال عن أذربيجان والاتحاد مع أرمينيا وظل النزاع دون حل حتى انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 وانتهت الحرب التي استمرت عامين في أوائل التسعينيات بانتصار أرمينيا وفي الثاني من سبتمبر من عام 1991 تم أعلان الاستقلال عن أذربيجان وتغيير الاسم إلى جمهورية ناغورنو كارباخ التي لم تعترف بها أي دولة رسميا بما في ذلك أرمينيا وما بين عامي 1992 و 1994 حولت أذربيجان السيطرة على جمهورية المعلنة من جنب واحد عبر عمليات عسكرية واسعة النطاق أودت بحياة 30 ألف شخص وتهجير ما يقرب من مليون أخرين إلى أن تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في شهر مايو أنجأت مجموعة مانسك أتابعة لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا عام 1992 لتشجيع الحل السلمي بين طرفي الصراع ولكن منذ أواخر العقد الأول من القرن الـ 21 تم تهمش المفاوضات بين البلدين بسبب ارتفاع النفقات العسكرية وتدهور الظروف الأمنية على طول خط التماس الذي يبلغ طوله حوالي 200 كيلومترا ومنذ عام 2014 تصعدت انتهكات وقف إطلاق النار وبلغت ذروتها في حرب الأيام الأربعة في أبريل من عام 2016 والتي أسفرات عن مقتل المئات أما في عام 2018 وصلت حكومة أرمانية جديدة إلى السلطة بقيادة نيكول باشنيان وانطلقت انتصالات دبلوماسية متزايدة مع الرئيس الأذري إلهام علياذ مما أدى إلى التزامات مبدئية بالسلام ومع ذلك لم يتم اتخذ إجراءات بشأنها واستؤنف أعمال العنف على نتاق واسع في عام 2020 أما في يوليو اندلعت اشتباكات على طول الحدود الأرمانية الأذرية المعترف بها دوليا ثم اندلعت حرب واسعة النتاق على طول خط التماس المحيط بناجورنو كارباخ وذلك بين سبتمبر ونوفمبر من عام 2020 كما استعدت أذربيجان السيطرة على معظم الأراضي التي فقدتها أمام القوات الأرمانية في أوائل التسعينيات بما في ذلك ما يقرب من ثلث الأراضي المتنازع عليها في ناجورنو كارباخ نفسها وفي العاشر من نوفمبر من عام 2020 وضعت الحرب أوزارها بإعلان وقف إطلاق النار بوساطة روسية والذي يقضي ببقاء الطرفين في المواقع التي وصلوا إليها ونشر باعتت حفظ سلام روسية قوامها ألفين جندي لمدة خمس سنوات في المنطقة بما فيها ممار لا تشن وفي سبتمبر من عام 2023 اشتعل الصراع بين أرمينيا وأتربيجان مقددا حيث شنت باكو عملية عسكرية في ناجورنو كارباخ مما أدى إلى مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 200 شخص في أقل من 24 ساعة ولكن سريعا ما أعلن الانفصليون الأرمان في ناجورنو كارباخ إلقاء أسلحتهم ووقف إطلاق النار عبر وساطة قيادة فرقة حفظ السلام الروسية المتمركزة في الإقليم توطر الأوضاع في منطقة ناجورنو كارباخ ينظر بتدعيات إقليمية واستمشهد دولي ملتهب بسبب الأزمة الأوكرانية وتصارع الدول الكبرى على مناطق النفوذة